عبر هذا الطريق مروا لم يكنوا يعلمون أين وكيف سينتهي بهم المطاف أكثر من سبع سنوات مضت ولا خبر عن مصير مغيبي ناحية السقلاوية في محافظة الأنبار منطقة البعكاش راح سبعمائة زلمة وخمسين نطالب بالحكومة طالب بالخيرين اللي كانهم يندلونهم يقولون مصيرهم مين ميتين يريدهم طيبين يريدهم هذا الحق بمعرفة مصير أبنائهم وأبائهم وأقاربهم حرم منه ذو مغيبي السقلاوية وغيرهم من سكان المحافظات المنكوبة بانتظار جواب شاف تسبب بزيادة معاناتهم نفسيا وماديا مع غياب أي معيل هذه الدموع تكشف جزءا من جريمة كاملة الأركان لم ترتكب بحق المغيبين قصرا والمختطفين بل بحق مجتمعات كاملة بينما تقف الحكومة متفرجة رغم علمها بمن أمار ونفذ وأخفى هذه العرقلة المتعمدة كما يشير أهالي المفقودين تعيد ذات الأسئلة عن نفوذ الميليشيات التي أقحمت بالمشهد بذريعة دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية فاضحة هي الآمرة الناهي والمتهم الأول بارتكاب جرائم حرب وسط تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب من قبل القضاء الذي لم يحرك ساكنا في ملف مهم كملف المفقودين والمغيبين قصرا في العراق